السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بحيرة ناصر نحييكم. طبعا ده هنا بسم الله والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلو عكتن من لساني يفقه وقولي. بفضل الله سبحانه وتعالى اه هنا بنختبر العزل داخل الحمام ولما بنقول اختبار عزل يعني مش بنكلف العميل فلوس. العزل مهم جدا 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 في بند السباكة. ليه مهم يا ستا محمد هقول لسياتك. صلى الله عليه وسلم. العزل والحمام اه تعزل اه مية كويس كده. اه المية لما في مية في الارض المية هتعمل ايه سياتك? هتبدأ تطلع من باب الحمام هنا. فهتلاقي المية بتنقط لك في الريسيبشن او في الغرف او ما شبه الى ذلك. طيب. اه يبقى انت عزلت مالكش مالوش لازمة لأ طيب. اقول لك لازمته فين? لازمته في المصورة دي اللي هي دليل التقطير. دليل التقطير ده سياتك اللي هو بيدل ان في تسريب في الحمام ده مش الحمام الاخر. بيعمل لي زي لمبة بيان بشوفها من خارج الحائط من برة. بلاقي الطبة من برة بتصرب مية بناخرم اخرم بسيط المية بتصرب مية من برة. اعرف ان الحمام في مشكلة قبل ما تخرج لبرة في الريسيبشن او في الغرف. طيب لو المية خرجت برة في الريسيبشن او في الغرف ايه اللي بيحصل? الهيكل الخرصاني دوت بيتاكل والحديد بيصدي بتلاقي الدنيا بازت معاك من خلال وجود صدى والخرصانة بتقع والدهانات والنقاشة وما شابه الى ذلك. انما لما اعمل احتباس للمياه في المكان ده كده زي العتبة دي كده. واعمل احتباس للمية تلاقي المية جات على دريل التقطير تلاقي دريل التقطير بينقاط لك من برة. طيب. سؤال اخر بيقول هل حضرتك العزل فوق المواسير ولا تحت المواسير. طبعا زي ما شاهدتك شايف كده بنسبة تسعين في المية انا بعزل تحت المواسير بفصل المواسير زي ما انده شايف برة كده. بفصل مواسير زي كده الصرف البيبة والحوض والكلام ده. وبياجي اروح لك جاي عامل طبقة لياسة ثم العزل الكيميائي ثم بختبر العزل بتاعي وهنا انا مكسر كرابة عشرين سنتي يعني فيه عشرين سنتي مية اومة ما اعر للبلعة بتاعتي ومكسر والقصة دي كلها عشان احافظ على جوة الشغل بتاعي. طيب الناس بتقول لك احنا بنعزل فوق المواسير عشان يبقى الشغل شكله حلو. انا مليش دعو بالشكل. انا عايز الجوهر. عايز اللي جوه. الشغل ايه? انا استفدت ايه من بنده? عايز لبتلات تلاف جنيه. حمام. هتقولي الشغل شكله حلو. يا سيدي هو هيتغطمونا. انا مش هستفد منه حاجة. انا عايز لو انا عندي تسريب في شبكة الصرف الصحي في المواسير تجي لي هنا تملى المكان ده مية تيجي دليل التقطير تنقط لي مية في الخارج. ما يعمل ليش مشاكل في تسريب في المكان دوت. ارجو ان انا اكون قدرت اوضح العزل. ومشاكله واهميته. وان شاء الله بازن الله انتظروه هنا في كل موابجيز وحاصل في عالم السباكة الحديثة مع محمد صراحة ابو علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.